انفجرت سيارة مفخخة في مدينة بيشاور الباكستانية وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وكان ستة أشخاص قتلوا في تفجير استهتفى مركزا للشرطة شمال غرب باكستان وقالت الشرطة إن انتحاريا استضم بسيارته الملغومة بمركز للشرطة في منطقة بانو وأضافت أن نحو ستين آخرين أغلبهم من رجال الشرطة أصيبوا في الحادث يأتي هذا الهجوم عقب يوم واحد من تحذير متحدث باسم حركة طالبان باكستان من أن الحركة ستنفذ هجمات انتحارية إذا ما استهدفتها القوات الحكومية